حزب الله ينعى أحد قادته العسكريين البارزين إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد الجاهزية التامة لأي تحرك مطلوب على الجبهة اللبنانية لكنه يشير إلى تفضيل الحل الدبلوماسي وسمرارا للحراك الإقليمي والدولي لاحتواء التوتر لقاء بين المبعوثين الأمريكي والفرنسي إلى لبنان وماكرون يشدد لنتنياهو على الضرورة المطلقة لمنع اشتعال الجبهة اشتركوا في القناة إذن نعى حزب الله القائدة في صفوفه محمد نعم ناصر الحاج أبو نعمة من بلدة حداثة جنوبية لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن أبو نعمة هو قائد وحدة عزيز في الحزب ومسؤول عن القطاع الغربي جنوب لبنان وقد قتل في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة صور بهذه العملية يصبح أبو نعمة ثانية أكبر قياديا لدى حزب الله تغتاله إسرائيل منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين في الثامن من أكتوبر بعد اغتيالها القياد سامي طالب عبدالله أبو طالب في الحادي عشر من الشهر الماضي هذه التطورات تأتي في غمرة ارتفاع حدة التصعيد بين الطرفين بلغ ذروته خلال شهري يونيو ومايو الماضيين بتوسيع حزب الله رقعتها استهدافه المواقع الإسرائيلية واستخدامه تكتيكات وأسلحة جديدة أشد قوة مقابل توسيع إسرائيل لنطاق غاراتها وتكثيفها وتوسيعها كذلك لسياسة الغتيالات أعاد الجانب الإسرائيلي تأكيده الاستعداد لأي مواجهة وأشار على لسان وزير الأمن أفغانت إلى بلوغ حالة الجاهزية التامة لأي تحرك مطلوب على الجبهة رغم تفضيله التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض مثل ما قال هذا الموضوع أيضا ما زال متواصلا على الصعيد السياسي والديبلوماسي إذ من فكت أصوات دولية وإقليمية تعلو للمطالبة باحتواء التوتر ومنع مواجهة أوسع بين الحزب وإسرائيل قد تتطور إلى حرب أقليمية آخر الجهود تمثلت بلقاء عقدة بين المبعوثين الأمريكي والفرنسي الخاصين بلبنان قبل اللقاء بساعات شدد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على مواصفه بالضرورة المطلقة لمنع اشتحال الوضع بين حزب الله وإسرائيل نناقش في مساحتنا الحواري هذه التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ونبحث مخاطر التصعيد المتواصل واحتمالات الانزلاق لمواجهة أوسع كما نبحث فرص نجاح الحلول السياسية والديبلوماسية وواقعية هذا الطرح في ظل استمرار العدوان على قطع غزة نبحث هذا الموضوع مع ضيوفنا من بيروت الباحث السياسي ردوان عقيل من حيفاء دكتور مطانس شحادي الباحث في مركز مدى الكرمل ومن واشنطن لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق والباحث في مركز التقدم الأمريكي دكتور مطانس شحادي لابد أن إسرائيل تعرف أن اغتيالها لهذا القيادة البارس في حزب الله سيستدعي تصعيدا كبيرا من قبل حزب الله لكنها مع ذلك أقدمت على الخطوة كيف يشتغل العقل الأمني والسياسي هنا؟ مساء الخير أخي وإلى كل الضيوف الكرام وكافة المشاهدين يعني على عكس وبخلاف التصرحات الإسرائيلية التي تدعي خلال الأسبوع الأخير أن إسرائيل ترغب في التهدئة أو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو سياسي مع حزب الله في لبنان تقوم على أرض الواقع باتخاذ خطوات عدائية تجاه لبنان باتجاه التصعيد يعني ما قامت به إسرائيل اليوم هي تعرف تماما أنه سيؤدي إلى تصعيد جدي في الجبهة الشمالية خاصة أنه الاغتيال الثاني لقائد ميداني بارس في حزب الله وكان الرد الصابق لحزب الله رد قوي وأدى إلى توسيع عملين ضربات مدى الضربات حزب الله في شمال إسرائيل وحدة والأدوات المستعملة الآن من المتوقع أن يكون حزب الله يعني برد فعل أقوى من الرد الصابق لأن الرد الصابق لم يردع إسرائيل بالاستمرار من اغتيالات في إسرائيل هناك وجهتان نظر وجهة نسموها من محللين بارزين وقياضات عسكرية سابقة وقسم منها حالية تقول أن إسرائيل غير جاهز وغير مستعدة لتوسيع الجبهة في الشمال أو دخول الحرب واسعة مع حزب الله لأن الثمن على الجبهة الداخلية وعلى الجيش الإسرائيلي سيكون مرتفع خاصة بعد استنزاف القدرات العسكرية تسعة أشهر في حرب الإبادة على غزة ولكن بالمقابل الحكومة الإسرائيلية والقياضات العسكرية واليوم سمعنا وزير الأمن الإسرائيلي من الحدود الشمالية يوجه تهديدات إلى حزب الله ويقول أن إسرائيل تريد الوصول نهر الليطاني بمعنى تريد إرجاع قوات حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني القوات والمعدات الثقيلة والمعدات العسكرية وهذا أمر لا أعتقد أنه سيكون مكبول في أي حال من الأحوال على حزب الله لذلك الأرجح أن إسرائيل تمارس سياسات علنية أو تصريحات علنية تقول أنها تريد تخفيف التصعيد ولكن على أرض الواقع تكون بالتحضير وكل يوم نسمع عن تدريبات للجيش الإسرائيل وفرق جديدة تتدرب على حرب مع حزب الله في لبنان وتسحب قواتها من غزة وتوجهها إلى الشمال وتقوم باغتيالات وتصعيد الجبهة لذلك الأرجح أن إسرائيل تدرك أنه من الصعب بمكان التوصل إلى الاتفاق مع حزب الله لأنه حزب الله يقول أنه فقط وقف الحرب على لبنان سيؤدي إلى إغلاق أو وقف الجبهة في الشمال بينما إسرائيل تقول أنه هذا غير كافي وتريد عودة أو إعادة انسحار قوات حزب الله إلى اللي طانل لذلك تعتقد المؤسسة الأمنية والسياسية إلى حد بعيد أنه هناك صعوبة بالتوصل إلى الاتفاق وعلى ما يبدو أن الأمور ستتجه نعم والتصعيد في جبهة الشمال سيد عقيل في مواجهة هذه الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة ماذا يمكن أن يفعل حزب الله كما قال ضيفنا دكتور مطانس إشحادة في حيفا يبدو أن مئات الصواريخ والقذائف والمسيارات التي أطلقها حزب الله المرة الماضية بعد اغتيال أبو طالب وطائرة الهدهد كل هذا لم يردع إسرائيل والدليل أنها تواصل سياسة الاغتيالات المساء الخير للجميع لابد من الإشارة إلى أن الخطة التي يضعها الجيش الإسرائيلي هي استبرارة في عملية اهداف كوادر كبيرة من قيادات المقاومة لكن هذا الأمر رغم سخونة هذه المواجهة بالتأكيد أن حزب الله سيقوم بالرد المناسب وأنا أستبعد قيامه باستهداف أي نقاط مدنية أو اقتصادية بل سيستهدف مجموعة من النقاط العسكرية للقول الإسرائيلي أنه لا يزال في الميدان وأنه لا يسكت ولن يترك مثل هذه الضربة التي تعرض لها هذا الكادر السؤال الكبير لماذا يتم توجيء الضربات أو استهداف هذه المجموعة هذه المجموعات من كبار الضباط في المقاومة لا يمكنها أن تبقى في غرف العمليات هذه المجموعة من الضباط الميدانيين الذين ينزلون إلى الأرض لكن أنا بتخديري أن جملة من الكوابح والموانع ما زالت تمنع الإسرائيلي من الإقدام على عدوان كبير وما قول بعض الضباط وبعض السياسيين في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى مبعد نهر الليطاني استبعد هذا الأمر إسرائيل غير قادر على هذا الفعل الكبير لأن المقاومة ستقف لها بالمرصاد ما زالت كوادر المقاومة وعناصرها على النقطة صفر بين الحدود اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة حزب الله باختصار لن يغادر أي نقطة من جنوب لبنان أو أي موقع عسكري له لكن في حال وقوع مثل هذه المواجهة وإقدام إسرائيل قبل المواجهة أستاذ عقيل قبل المواجهة سؤالي عن استمرار استمرار سياسة الاغتيالات هل إسرائيل تستمر في ذلك لأنها ربما تدرك أن رد حزب الله لن يتجاوز سقوف محددة أم لا هي تريد استفزازه وجره إلى حرب حتى الآن لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بجر حزب الله إلى هذه الحرب لكن في حال إذا أقدمت على هذا الفعل حزب الله بالمرصاد الحزب هو في موقع الدفاع ولن يقف متفرجا في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ عدوان كبير الهدف من هذه الاغتيالات بحسب الرؤية الإسرائيلية أنها تستطيع تفكيق قدرات المقامة وتوجيه رسالة إلى حزب الله أنه غير قادر على المواجهة الكبرى لكن من يعرف طبيعة حزب الله ويعرف مجموعة هذه المجموعة من الكوادر أن الكادر الذي يستشهد في المعركة يحل مكانه بعد دقائق ضابط آخر أي بمعنى هذه السياسة صحيحة هي صعبة على حزب الله لكن حزب الله في المقابل يقوم باستهداف أكثر من نقطة عسكرية ويستطيع أن يوجع الأسرائيلي لكن لا أحد يقول أن الأسرائيلي سيتوقف عن قيام بمثل هذه الاستهداف واستهداف كوادر المقامة إذا توفر له هذا الأمر لكن رغم كل هذه السخونة العسكرية بين حزب الله وبين أسرائيل أرى أن العامل الدبلوماسي أقوى من العامل العسكري والعامل الحربي أي ما زالت الاتصالات ومفرودات تستطيع أن توقف هذا الأمر لكن مشكلة الأسرائيل ومشكلة بنيمين نتنياو سأسألك بعد قليل عن الجهود الدبلوماسية على هذا الصعيد سأيد لورانس كورب في واشنطن ربما آخر ما تريده إدارة الرئيس جو بايدن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لكن الكرة تتدحرج وتكبر على ما يظهر ماذا بوسع إدارة بايدن أن تفعل هنا؟ بشكل مبدئي يمكننا القيام بما حولنا القيام به مسبقا وهو إيقاف الأسلحة على سبيل المثال وإيقاف إرسال المعدات التي تستخدم في رفح ربما لقتل مئات أو ألاف المدنيين الأمر الآخر الذي بوسعنا القيام به هو الوصول إلى وقف اطلاق النار في غزة لأن حزب الله قال أنه إذا وصلنا إلى وقف اطلاق النار في غزة سوف يوقف الهجمات ليس هناك شك بأن القوات الإسرائيلية ترى أن حزب الله هو تهديد أكبر من حماس ورئيس الوزراء نتناه لا يوافق مع هذا القول ويريد الاستمرار بهذه الهجمات وهذه الحرب للسيطرة على غزة ولكن هذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية فأظن أنها نقطة حساسة جدا الآن ويمكن أن نرى أن هذه الحرب سوف تمتد من حماس إلى حرب مع حزب الله والضرر سوف يكون أكبر بكثير مما قامت به حماس في السابع من أكتوبر لكن هل ستسمح إدارة بايدن لكي أن تتطور الأمور إلى هذا الحد اشتعال الحرب بين إسرائيل ولبنان؟ هل إدارة بايدن تسمح بذلك؟ أو ستسمح بذلك؟ لا لن تسمح بهذا الأمر فلدينا المبعوث هوكشتين الذي يذهب إلى المنطقة ويحاول بذل الجهود ونحن نحاول العمل أيضا مع الأمم المتحدة الوصول لقفة لقنار في غزة لأننا نعلم أن هناك تأثير لهذا الأمر على ما يحصل في لبنان ولدينا قلق من انتشار هذه الحرب إلى لبنان منذ أن بدأت ولهذا انتقلنا أيضا نقلنا قواتنا أيضا لإرسال رسالة إلى حزب الله أنه إذا كان لأي سبب ما بدأت الهجمات على إسرائيل أننا سوف نتدخل ولكن الآن إسرائيل تقتل قادة من حزب الله كافة الوقت فهي التي تسبب المشكلة ونحن لدينا القدرة لإيقاف هذه الهجمات ومنحهم الأسلحة التي تستخدم في استمرار هذه الحربين نعم دكتور إشحادك كان هناك تصريح لافت في الواقع ليو آف جالنت وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني وهذا ربط واضح لا يقبل التأويل بين الجبهتين وربما يذهب البعض للقول إن إسرائيل تعد العدة لإنهاء الحرب في غزة لكي تتفرغ للبنان يعني هذا ما يقوله صراحة قيادات الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان ووزير الأمن وكافة الجنرارات الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يتعامل بالتوازي حرب واسعة في غزة وفتح جبهة أوسع في الشمال لذلك الجيش يدفع باتجاه إعلان انتهاء المعارك الكبيرة في غزة والانتقال إلى المرحلة الثالثة للتفرغ لجبهة الشمال وفعلا قام بنقل العديد من القوات الإسرائيلية من الجنوب إلى الشمال إسرائيل حاليا في مأزق وفي ورطة هي من جاعة تدرك أن حرب مع حزب الله ستكون مكلفة جدا لإسرائيل مكلفة في الجبهة الداخلية وفي الخسائر البشرية وفي البنى التحتية وخسائر الجيش وطبعا ستكون مكلفة ومدمر للبنان أيضا ولكن من جهة إسرائيل الحرب صعبة وعدم خوض الحرب هي معضلة إضافية يعني هي أصعب في جوانب أخرى بمعنى أن قدرة الردع الإسرائيلية في حال إسرائيل لم تقدم على التعامل العسكري مع حزب الله وفي حال لم تحقق تراجع حزب الله إلى الليطاني وفي حال لم يعود السكان أو المواطنين الإسرائيليين من الشمال إلى بلداتهم هذا يعني تفتت قدرة الردع الإسرائيلية وتفتت المكان الاستراتيجي الأمني لإسرائيل لذلك هي بين نارين إما مبادرة إلى حرب ونتائجها مخيفة بالنسبة لإسرائيل وإما عمليا عدم خوض حرب وأيضا سيكون لذلك نتائج وخيمة على مكانة إسرائيل إسرائيل تتوقع أو تعمل أن يكون حال دبلوماسي حال دبلوماسي بمعنى أن تفرض على حزب الله العودة إلى الليطاني أنا لا أرى إمكانية من هذا القبيل إلا إذا كان في إغراءات كبيرة لحزب الله طبعا بشرط انتهاء الحرب على غزة كل هذا يتعلق بانتهاء الحرب على غزة نعم يجب انتهاء الحرب على غزة مثلما ذكرت أخوائل نعم مثلما ذكرت نعم المؤسسة العسكرية جلانت يهدد تقريبا كل أسبوع يهدد حزب الله رئيس الأركان يهدد يوميا حزب الله القيادات السياسية والعسكرية تؤجج وبالمناسبة في الأيام الأخيرة كان فيه هدوء نسبة صحيح في جبهة الشمال واليوم إسرائيل قامت بالاختيال لتشعل هذه الجبهة من جديد نعم سيد عقيل موضوع الحل الدبلوماسي كان هناك لقاء اليوم بين المبعوث الأمريكي هوكشتاين والمبعوث الفرنسي أيضا وزير الخارجية السابق بخصوص صيغة ما للحل حزب الله يقول بوضوح لا نهاية للحرب إلا بانتهاء حرب غزة لا نهاية للتصعيد في الجنوب إلا بانتهاء حرب غزة لكن ما شكل الحل الدبلوماسي الذي يقبله حزب الله برأيك طالما أن إسرائيل تصر على وجوب انسحاب قواته إلى موراء الليطان نعم قبل الرد على هذا السؤال وقول جالنت أن الدبابة التي وصلت إلى رفح وإلى غزة تستطيع أن تصل إلى مباعد الليطاني أنا أستبعد هذا الأمر من وجهة نظر عسكرية وجهة نظر طبيعة الميدان هذه الدبابة لا تستطيع أن تصل إلى ساحة بنت جبايل البلدة المحادية للحدود اللبنانية الفلسطينية وتجربة عام 2006 تؤكد هذا الأمر عندما دخلت دبابات إسرائيلية لأراضي اللبنانية وتم تدميرها لكن بالنسبة إلى الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها ووكشتاين هذا أمر مرحب به من الجانب اللبناني حتى حزب الله لا يعترض على هذا الأمر لأنه في نهاية المطاف ونهاية هذه العملية بالتأكيد ستحصل مفوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل ولا يستطيع غير المفاوض الأمريكي إلا هوكشتاين القيام بمثل هذه المهمة وبجهد فرنسي لكن مشكلة فرنسا اليوم تتخبط بأكثر مشكلة وعليها انتخاباتها لكن هوكشتاين هو محل انتظار عند اللبنانين قبل ساعة تواصلت مع مسؤولين لبنانين كبيرين في مجلس النواب وفي رئاسة الحكومة لم يتبلغ الجانب اللبناني أي تفاصيل عن هذا اللقاء لكن في حال إذا توصل هوكشتاين بحسب مصدر لبناني متابع لهذا الأمر وعلى التواصل مع الأمريكيين إذا توصل إلى نقاط مشتركة ونقاط إيجابية بالتأكيد فإن الرجل سيتوجه إلى تل أبيب للبحث مع الأسرائيلي ما بحثه في زيارته السابقة وإذا كانت الأمور جيدة وحصل على معطيات إيجابية من إسرائيل بالتأكيد سيعود بها إلى لبنان أما بالنسبة إلى حزب الله حزب الله لا يعترض على هوكشتاين ويترك هذه المهمة لرئيس مجلس النواب لبيه بره ورئيس الحكومة نجيب ميقاطي لكن حزب الله لن يتزعزع عن سابتة أساسية ألزم به نفسه واستمر بها إلى النهاية قبل وقف إطلاق النار في غزة وتمدد هذا الأمر إلى جبهة جنوب لبنان بالتأكيد لن يعطي إيجابية فلنفترض أن هناك اتفاقا أستاذ عقيد فلنفترض أن هناك اتفاقا تم في غزة ما هو شكل الاتفاق الذي يقبل به الحزب لجنوب لبنان هل ينسحب مقاتله إلى موراء الليطاني ومقابل ماذا قبل لحظات قال الدكتور شحادي ربما حزب الله يوافق على هذا الأمر لكن من خلال معرفتي بحزب الله حزب الله يرفض هذا الأمر حزب الله يرفض مغادرة أي بقعة لبنانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هذا الأمر واحدة من الثوابت وعندما سأل هوكشتاين أحد المسؤولين اللبنية عن هذا الأمر على حزب الله أن ينسحب كان الرد اللبناني لماذا نحن نطمئن المستوطن الإسرائيلي ولماذا نترك لإسرائيل هذا المجال هل إسرائيل في المستقبل في حال توصلنا إلى مثل هذا الاتفاق ستقدم على عدم تسير مسيراتها وطائراتها فوق السماء اللبنانية وخرق القرار 17.01 هل ستوقف هذه الطائرات عن استهداف أهداف عسكرية في سوريا يعني ما يطلبه الأمريكي من الجانب اللبناني بغيط طمنة الأسرائيلي في المقابل أن لبنان يطالب بهذا الأمر أنه كما تريدون إعادة المستوطن الأسرائيلي إلى شمال أسرائيل ليعيش في هدوء وراحة لماذا لا يعود هذا المواطن الجنوبي في كل هذه العملية بالتأكيد هناك عملية متكافئة بين حزب الله وإسرائيل أنا أقول في أحسن الحالات من الأفضل للطرفين أن يعود إلى ما قبل 17.01 إلى ما قبل 27 والتأكيد على مندرجات 17.01 أما عملية بعض المفاوضات مثل زيادة فعالية اليونيفل وتفعيل عدد زيادة عدد عناصر الجيش اللبناني كل هذه الأمور قابلة للبحث قابلة للبحث سيد لورانس أكرب ما هي رؤية إدارة بايدن عبر مبعوثها أموس هوكشتاين لتسوية الوضع في لبنان وتحدث بالتفصيل سيد رضوان عقيل من بيروت عن رؤية حزب الله لما يمكن أن يكون كحال ديبلوماسي هل إدارة بايدن منفتحة ويمكن أن تضغط على إسرائيل لقبول شيء كهذا طبعا بعد انتهاء حرب غزن نعم هذا ممكن فالولايات المتحدة الأمريكية تفرض ضغطا على إسرائيل الآن للموافقة على عرض أو مقترح قطر خاصة أن هناك مراحل متعددة وست أسابيع لتبادل الأسرة وقال حزب الله إذا حصل هذا الأمر سوف يوقف الهجمات حتى الآن إسرائيل وكما قال وزير الأمن أيضا فيها أن هناك استهدافات وتمت هذه الاستهدافات وكان هناك قتل لقيادي من حزب الله قيادي ثاني فهذا يجب أن يتوقف وكل هذه الأمور مترابطة لأن حماس وحزب الله لديهم علاقات مع إيران وبكل تأكيد نريد أن نوقف هذه الأمور ونحن لدينا بعض النفوذ على إسرائيل فيما يتعلق بالدعم الذي نؤمنه لها فأولا يجب أن نصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وثم يمكن أن نصل إلى اتفاق مع حزب الله وإذا كان هناك تراجع إلى خلف الليطاني أو ما هي التفاصيل بالضبط ولكن يجب أن نوقف هذا الاستهداف لأنه قد يتوسع ويصبح أكثر سوءا مما حصل مع حماس على الرغم من أنها كارثة كبرى أيضا سيد كورب هل الرؤية عندكم في واشنطن أنه يجب الحديث مع إيران بشكل واضح بما يخص الوضع في جنوب لبنان وحزب الله مبدأيا نحن لن نقول هذا بشكل علني عندما كنت في الحكومة كان هناك أمور تحصل خلف الكواليس ولكن لا أظن أن إيران تريد توسعا لهذا النزاع أيضا أو الانتقال إلى مرحلة جديدة الآن لديهم الانتخابات وهناك أمور أخرى ويركزون عليها هناك تركيز أيضا مع حسب الله أكثر من حماس والحثين لذلك أتوقع أن هذه الأمور تحصل حاليا لمحاولة حل هاتين المسألتين كما قال الضيفين الكريمين لا يمكن حل مسألة من دون الأخرى يجب حل المسألة مع حماس وأيضا للوصول إلى اتفاق مع حسب الله وحسب الله قال إذا وصلنا إلى اتفاق مع حماس سوف توقف الهجمات أيضا وإذا توقفت هذه الهجمات إسرائيل لن ترد بالتالي فأظن أنه من المهم أن نتذكر كما ذكرت أن قوات الإسرائيلية قلقة أكثر بشأن لبنان مما هي قلقة بشأن حماس مع الأسف رئيس الوزراء نتانياهو يركز على حماس أكثر دكتور إمتان سرحادة حملت الأخبار العاجلة قبل قليل أن بلديات في الشمال حيفا فتحت الملاجئ حدثنا عن موقف الرأي العام الإسرائيلي ألم يتعب من هذه الحروب المتتالية أم بالعكس يضغط على حكومته لبين قوسين معاقبة حزب الله أولا قبل ذلك دعني أوضح أنه لم أقول أن حزب الله سيقبل بإعادة قواته باتفاق ديفلوماسي أنا أقول ذلك إلا إذا حصل شيء غير متوقع كبير يعني أنا أستبعد ذلك فقط للتوضيح للضيوف الكرام الآن إسرائيل في ورطة مثل ما ذكرنا المجتمع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي حسب الاستطلاعات رأي العام الأخير كافة هناك تأييد لشن حرب على لبنان هناك تأييد لشن حرب على حزب الله قرابة 40% كان في الاستطلاعات الأخيرة تؤيد شن حرب فورا يعني دون انتظار انتهاء الحرب الإبادة على غزة بالإضافة لذلك هناك 30% إضافيين يقولون أنه نعم نريد حرب ولكن بعد الانتهاء على غزة بذلك هناك 60 أو 70% من المجتمع الإسرائيلي جدعم الحرب على حزب الله هذا لأنه الذهنية الإسرائيلية عزيزي خلينا نرتب بعض الأمور إسرائيل تقول أنها لن توقف الحرب على غزة إلا إذا تحققت الأهداف ولا يمكن قبول أي وقف إطلاق نار يؤدي إلى وقف الحرب بينما حماس يقول أن شرطها هو وقف الحرب على غزة لذلك نستبعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة حزب الله يربط بين الجبهة الشمال والجنوب لا يحدث من حرب إبادة على غزة بالمقابل إسرائيل تريد أن تغير مكانتها الأمنية والاستراتيجية وإعادة قدرة الردع وإعادة السكان إلى الشمال وإعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وأي تراجع إضافة أمام حزب الله أيضا سيؤدي إلى تفكيك الحكومة الإسرائيلية يعني التناقضات موجودة في جميع السحات التناقض في الساحة العسكرية والساحة السياسية لذلك أنا لا أرى أنه بإمكان إسرائيل إنهاء ملف الشمال دون عملية عسكرية محدودة أو واسعة نعم وضح تماما دكتور نعم لدي فقط سؤال أخير أستاذ ردوان عقيل ماذا عن حسابات حزب الله الداخلية اللبنانية الوضع الصعب كما تعرف في لبنان وضع اقتصادي صعب فراغ رئاسي إلى آخره كم هذا الموضوع مهم في قرار حزب الله بالتصعيد أو عدمه باختصار لو سمحت بالتأكيد هناك انقسام لبناني سمت من يؤيد حزب الله وهناك جهات عادلة تؤيد هذا الأمر لكن في حال وقوع مثل هذا العدوان الإسرائيلي بالتأكيد أن الأمريكيين لن يتركوا إسرائيل وسيمدونها بالسلاح والاعتداء ولسيما أن نتنياهو يستغل وضع الديمقراطيين الصعب حزب الديمقراطي والرئيس بايدن في الانتخابات الأمريكية لكن حزب الله يقول أن في موقع الدفاع في حال حصول مثل هذا اللجوم أنا بالتأكيد سأواجه كما واجه في سنوات سابقة وتحديدا في عدوان تموز 2006 لكن حزب الله سيبقى على هذا المنوال يهدد ويقول أنا أدافع عن لبنان وعن أرض لبنان ولن أتفرج على أي عدوان إسرائيلي يستهدف أي بقعة لبنانية في الجنوب وغير الجنوب شكرا لكل الضيوف ردوان عقيل الباحث السياسي في بيروت دكتور مطانس إشحاد الباحث في مركز مدى الكرمل بحيفا ومن واشنطن لورانس كورت مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق والباحث في مركز التقدم الأمريكي